اشتركوا في القناة ليتنا ما خلقنا ولا رأينا الدنيا ليتنا كنا حجار نادي الحجار في هذه الجبال ولا رأينا الدنيا ولا عرخناها بينما أنت تنظر إلى هؤلاء المساكين والملائكة تصب في آذانهم الرصاص المذات وهم يصيحون ويبكون وإذا بك تتفاجأ بمنظر آخر جمهور من المسلمين من الرجال والنساء قد برزوا من عصاة المسلمين قد برزوا وقد اندلعت ألسنتهم وألسنتهم تحولت من لح إلى نار ملتهبة وهم يصيحون يبكون يبكون هذه ألسنتهم أصبحت عذابا عليهم كل واحد يتمنى أن الله يقطع لسانه ولا يستطيع قد أصبحت ألسنتهم قطعا من النار وهم يبكون ويصرخون ولا يجدون من يرحمه خمسين ألف سنة وهم يتضرعون تقول من هؤلاء وقد أصبح لسان كل واحد لسانين من النار وليس من اللح من النار كيف قل لي بربك عندما يصبح لسان العبد عذابا عليه لا يستطيع أن يتخلص منه ولا يبرد عذابه ولا يهدع عذابه ما يدري كيف أمر خطير من هؤلاء هؤلاء الذين يدخلون بين الناس بوجوه يدخل بين الناس بوجهين يأتي إلى المتشاكلين والمتخاصمين يأتي إلى هؤلاء بوجه وإلى هؤلاء بوجه من باب التحريح جاء عند أبي داود والبخاري في الأدب المفرد وأبي يعلى وغيرهم من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كان له لسانان في الدنيا من كان له وجهان في الدنيا كان له لسانان من نار يوم القيامة يا أمة محمد أخوف ما نخاف على أنفسنا من ألسنتنا اللسان 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 يا أمة محمد النبي صلى الله عليه وسلم يقول للمهاذ وهل يكب الناس يوم القيامة في النار على وجوههم أو قال على مناخئهم إلا حصائد ألسنتهم إلا حصائد ألسنتهم اللسان يا أمة محمد اللسان سئل النبي صلى الله عليه وسلم أن أكثر ما يدخل الناس النار قال الفم والفرج اللسان احذر من لسانك كم من شخص يطلق للسانه العنن ولا يتورع يا أمة الإسلام امسكوا ألسنتكم ملام الخطير قل لي بربك لو نظرت إلى رجل واحد قد أصبح لسانه لسانا مقطع نصفين في الدنيا وهو لحل لسان لكن قد قطعوه نصفين كيف سيكون منظره حين يندلع لسانه وهو مقطع نصفين كيف يكون منظره فكيف إذا أصبح لسانه لسانا من نار لسانا من نار هو يمكي ويصرخ ويتوجع ويتمنى أنه ما نطق كلمة من سخط الله يا أمة محمد ساحة الحزم مليئة بالأهوان مليئة بالأهوان ليست سهلة يقوم في الإسلام ساحة الحزم مليئة بالأهوان ساحة الحزم مليئة بالأهوان